موسيقى مشاهدين في كل مكان بحييكم في اسم الرب يسوع له كل المجد حديثنا اليوم عن موضوع في غاية الأهمية من هو هذا؟ طبعا نتكلم عن سلطان المسيح الفائق سلطان المسيح كان واضح جدا في حياة المسيح حتى وهو ابن 12 سنة في الهيكل قال للقديسة المطوبة مريم ويوسف ينبغي أن أكون فيما لأبي عرف الغرض اللي جاء من أجله وطبعا يعني أي شخص تقابل مع المسيح لابد أن يواجه هذا السلطان الفائق موضوع في غاية الأهمية أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة سوف أعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مرة أخرى حديث عن سلطان المسيح طبعا سلطان المسيح هو سلطان ذاتي سلطان مطلق سلطان هذا من حقه من شرعيته ولكن في البداية خلينا أقول شيء مهم جدا أن سلطان المسيح لم يستخدم لأغراضه الشخصية ولا لمنفعته الشخصية ولا حتى لإظهار وإبهار الناس فالمسيح كان حازم حاسم في كل شيء لم يتردد لحظة لم يقل كلمات مثل إن شاء الله لم يخاف لم يفاجأ لم يتردد لم يحطار المسيح كان مدرك وسيد كل الأمور وسيد كل الأحوال فسلطان المسيح كان واضح جدا إخوتي وأخواتي المسيح كان عارف يعني جاء من عند الآب خرج من عند الآب والدعوة كانت دعوة إلهية والغرض والهدف بتاع المسيح كان هدف إلهي والمسحة كانت مسحة إلهية من فوق لأنه جاء من فوق كما يقول الكتاب المقدس كل كلمات المسيح كانت بسلطان فائق أيضا وهو الذي قال لأنه قد دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض ثم يقول الكتاب المقدس أحبائي الآب يحب الإبن وقد دفع كل شيء في يده يحنى إصحاح 3 والآية 35 مرة أخرى فبهتوا من تعليمه لأن كلامه بسلطان لوق 4 32 حتى في تطهير الهيكل عندما طهر الهيكل من الباعة والسيارفة وقال بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب وأنتم جعلتموه مغارة لصوص فطبعا جاءوا وسألوا هذا السؤال بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان واضح أن هذا السلطان لم يكن من رؤساء الكهنة ولا من الأحزاب الدينية المتعددة فالمسيح جاء من ناصرة الجليل فطبعا يعني مرة أخرى أرسلوا خدام حتى يلقوا القبض على يسوع المسيح أجاب الخدام لم يتكلم قط إنسان مثل هذا الإنسان فالمسيح كان له سلطان مطلق وكان له أيضا سلطان ذاتي هذه طبيعته كملك هذه شرعية ومن حقه لأنه ابن الله الأزلي كما ذكرت قال يسوع لمريم ويوسف ألم تعلمان أما تعلمان أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي وطبعا الناس أحبائي لمست حضور المسيح لمسوا أنهم أمام شخص متميز شخص فريد لمسوا أنهم أمام ملك لأنه المسيح يعني واضح أعطى وصايع أعطى أوامر أعطى تصريحات بسلطان وبخ كان كلامه واضح جدا مثل ما ذكرت في البداية لم يتردد لم يعني يحاول أنه واحد يخده بشكل فجائي كتير مرات كانوا يجوا حتى يجربوه ويمسكوا عليه ممسك أو يحطوه بالفخ ولكن المسيح كان دايما أقواله واضحة جدا كان يشعر أنهم أمام وقار واحترام ملوكي لم يظهر خوفا أمام مثلا بيلاتوس حتى بيلاتوس قال للمسيح أما تكلمني ألست تعلم أن لي سلطانا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك أجاب يسوع لم يكن لك علي سلطان ألبت لو لم تكن قد أعطيت من فوق فإذا أحبائي واضح من حياة المسيح من كلام المسيح من أخلاقيات المسيح أنه كان دائما يتمتع بهذا السلطان الفائم فما هذا السلطان أحبائي ليس لأنه طبيعته ومن كيانه وفي شخصه كملك كابن الله الأزلي يقول الكتاب تبرهن يعني تعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات فالقيامة أعطت مصداقية لشرعية يسوع المسيح ثم هذا السلطان بجدارة يعني باستحقاق وفرضا أنه ملك معروف لكل الناس وأراد أن يتواضع وأن يترك القصر وينزل بين الناس يغير ملابسه إذا كل الشعب فلاحين لابس لبس الفلاحين وهل هذا يغير من طبيعته كملك ثم فرضا أنه هذا الملك هو أيضا رئيس جيش فهو منتصر ولكن بما أنه قائد جيش وكان في حرب وانتصر على الأعداء فأيضا يعني بجدارة لأنه هو ابن الملك ولأنه ملك وبجدارة استحق أن يأخذ اللقب المنتصر لأنه بجدارة كسب المعركة وانتصر على الأعداء هكذا يسوع المسيح جاء إلى أرضنا علم تعاليم بهتة الجماهير من تعليم الفائق بسلطان وقد رأوا معجزات الخارقة الأعمال التي لم يعملها أحد ولقد وقفوا أمام شخصية عظيمة أخلاقية أدبية الذي تحدى العالم وقال من منكم يبكتني على خطية لم يجدوا فيه علة لم يجدوا فيه خطية بشهادة الأصدقاء والأعداء أيضا فهو الكامل القدوس البار بلا خطية فإذن يستحق لأنه عاش حياة كاملة مقدسة طاهرة بلا خطية عاش بكمال ولأنه بجدارة كما تنبأ يسوع الغرض أنه جاء ليصلب ثم وجه وجهه وثبت وجهه نحو أورشليم ولم يخاف من الصليب ووقف أمام بلاطوس لم يتردد وصلب يسوع المسيح ودفن وقام وصعد إلى السماء وأرسل الروح القدس وسوف يأتي ثانية فإذن هذا السلطان بجدارة ويحق للمسيح أن يقول كما قال في المأمورية العظمة دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض ليس فقط لأنه خلقنا والحافظ والمهيمن ولكن لأنه فدان وأكمل عمل الفداء الكامل بموته على الصليب وقيامته من الأموات فبجدارة أرسل التلاميذ وبجدارة استحق هذا السلطان اللي هو من حقه الأزل ولكن حصل عليه بجدارة لأنه أكمل عمل الفداء أكمل عمل الصليب ثم أحبائي المسيح أظهر سلطانه الفائق في عدة مجالات أولا أحبائي في تعاليمه في العظة على الجبل اللي بيدرس هذه العظة إنجيل متى إصحاح الخامس والسادس والسابع وأنا بتمنى من كل قلبي كل مشاهد بشاهدني سواء على البث المباشر على القناة الفضائية أو يعني عم بتشاهدنا على السوشال ميديا على الصفحة بشجعة تقرأ عزة المسيح على الجبل وسوف ترى تفوق وسمو ورفعة يسوع المسيح عن سائر الأنبياء فالمسيح لم يقل مجرد أقوال ولكنه فعل أفعال عندما قال أنا هو الطريق والحق والحياة فعلا فتح الطريق من خلال موته وقيامته عندما قال أنا هو خبز الحياة لقد أشبع الآلاف عندما قال أنا هو نور العالم فتح عيون العمي وعندما قال أنا هو القيامة والحياة أقام الموتى بل أقام نفسه من بين الأموات عندما علم عن الغفران وهو كان مثلا للمسامحة والمحبة والغفران غفر للناس من حوله حتى طلب من الآب أن يغفر لصالبيه أيضا في التعليم كان يقول قد سمعتم أنه قيل للقدماء أما أنا فأقول لكم قل لي من يستطيع تحت الشمس في هذا الوجود أن يقول أن يتفوه كلام مثل هذه الكلمات وأي كلمات أعطى بعد روحي عمق روحي تفسير روحي معنى روحي للآيات التي تقتبس من العهد القديم وحطها في قالب بمفهوم إلهي بسياق إلهي لدرجة من يستطيع أن يطبق العزة على الجبل إلا إذا كان قد اختبر سر المسيح اختبر فداء المسيح غفران المسيح وخلاص يسوع المسيح وإلا كيف يستطيع أن يطبق الإنسان كلمات المسيح لا تدينوا لكي لا تدانوا اخرج الخشبة من عينك أولا ثم تستطيع أن ترى القذف عين أخي من يستطيع أن يقول هذه الكلمات كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل من يستطيع أن يقول إن لم يجد بركم على الكتبة والفرسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السماوات من يستطيع أن يقول أحب أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغديكم وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم ويطرنونكم من يستطيع أن يقول هذه الكلمات إنه يسوع المسيح كلمة الله ابن الله رسم جوهر الله بهاء مجد الله هو الوحيد الذي استطاع بكل أمانة وبكل جهارة لأنه أثبت أقواله بأفعاله أما أنا فأقول لكم أحبائي واضح أنه يسوع المسيح مثل ما قلت أحبائي بهت من تعليمه لأن كلامه كان بسلطان لم يتكلم أحد قط كما تكلم يسوع المسيح فإذن سلطان في تعليمه شيء تاني نرى سلطان المسيح على غفران الخطايا من يستطيع أن يغفر خطايا إلا الله وحده حبيبي اتعبنا من السماع نبي عظيم رسول وللأسف بتحاول جاهدا وجاهدا وجاهدا عاوز تحط المسيح في مستوى الأنبياء ما اتعبش حالك كل اللي انت محتاجه اقرأ العزة على الجبل سوف تجد نفسك على أمام كلام المسيح انظر إلى حياة يسوع أوليس عجبا أحبائي يسوع المسيح غفر الخطايا يسوع أحبائي مش بس علم عن الغفران ولكنه هو مصدر الغفران الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا ثم هو أساس غفراننا لأن الكتاب يقول يعني مسامحين بعضكم بعضا كما سامحكم الله في المسيح يسوع إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا علم عن الغفران بل طبق الغفران المسيح لم يلعن الأعداء لم يحمل السيف لم يخادع لم يستغفر ربه لم يطلب يعني لم يطلب معونة لم يطلب أي شيء فهو فعلا القادر على كل شيء الحاضر في كل مكان وزمان العالم بكل شيء في إنجيل مرقص صحيح 2 في حادثة جاءوا طبعا كانت البلد كفر نحوه مزدحمة والشوارع كلها مزدحمة فجاءوا أربعة حاملين شخص مفلوج لم يقدروا يدخلوا إلى حيث يسوع فطلعوا على السطح وابتدأوا ينقبوا السقف وفعلا أنزلوا هذا المفلوج كان بيحملوا أربعة أنزلوا أمام يسوع المسيح يسوع المسيح قال كلمات غريبة للناس ولكنها عجيبة جدا قال يا بني مغفورة لك خطيات ابتدأوا رجال الدين يتمتموا ويتهامسوا إنه يتكلم بتجديف من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده كلامهم مزبوط مين اللي بيقدر يغفر الخطايا فقط الله فالمسيح العالم بكل شيء والقادر على كل شيء عرف أفكار قلوبهم وقال لهم أيما أيصر أن يقال لهذا المفلوج اللي نزلوه مغفورة لك خطيات أم أن يقال له قم احمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلموا لاحظ الكلام لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا نظر إلى المفلوج وقال له لك أقول قم احمل سريرك وامشي فقام وحمل سريره ومشى أحبائي بهتت الجماهير لم يروا هذا السلطان من قبل فالمسيح الخالق خلق والمسيح الغافر غفر والمسيح قبل السجود والعبادة فالسؤال من يقبل السجود والعبادة على فكرة هاي مش فبركة مسحية هذا كله موجود في كلمة الله الموحى بها وطبعا مؤكدة وموتدة رغم كل الأعداء إلى اليوم بحاولوا يهدموا في هذا الكتاب فكأنهم يحاولون أن يهدموا الله ذاته سلطان أن يغفر الخطيئة بكلمات أبسط أظهر لاهوته أظهر طبيعته أنه يغفر الخطايا لو لو لم يقم هذا المفلوج لقلنا أنه فعلا كما قالوا رجال الدين أنه مجدف وأنه يتكلم كلام عشوائي ولكن عندما غفر لقد غفر مرة ثانية أحبائي كان مدعو في بيت شخص في الريسة وبعدين أجت امرأة خاطئة كانت تبكي وبلت قدمي المسيح بدموعها وابتلأت تمسح قدمي المسيح بشعر رأسها وتدهن قدمي المسيح بالعطر فطبعا واحد اللي عازمه بقول لو كان هذا نبيا لاحظ الكلام فالنبي يعلم الأمور عن غيب لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة إنها خاطئة المسيح العالم القلوب وفاحص القلوب ووازن القلوب وكاشف القلوب عرف فكر قلبه بل عاتبه إنه لم يقم بالضيافة الشرقية لأنه المسيح قال لهذه المرأة الخاطئة مغفورة لك خطياك ولكن أحبائي عندما اعترضوا قال يسوع غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا من يحب قليلا يغفر له قليلا ثم قال لها يسوع مغفورة لك خطياك اذهبي بالسلام واو من يستطيع أن يقول هذه الكلمة في حادس أخرى جاءوا في إنجيل يحنى الثمانية هذا الحادس اللي حكيت عنها في إنجيل لو قصحاح سبعة في يحنى الثمانية جاءوا بامرأة ومسكت في ذات الفعل وهي تزني كانت العدالة عرجاء وكان عندهم رياء تمثيل لأنهم لم يحضروا الرجل وعوزين يجعلوا من ضعف هذه المرأة وقود طبعا لتغذية نيران حقدهم فجربوا يسوع أن موسى أوصانة مثل هذه ترجم طب ليه ما رجمتوها إذا أنتوا يعني فعلا رجال دين وفابتدأ المسيح يكتب على الأرض وابتدأ يتراجع فبعدين وقف يسوع يهل المشهد أمام هذه المرأة المرتعبة الخائفة من نظرات الحاق الدين وكلمات كلمات القذرة الكلمات المؤزية والمؤلمة سألها يسوع أمدانك أحد قالت لا يا سيد قال لها ولا أنا أدينك آه لكن اذهبي ولا تخطئ تعرفوا إحساس الغفران بشيل عنك الأحمال والأثقال وعذاب الضمير وعذاب السعير وبئس المصير بشيل عنك كل الأحمال والأثقال يعطيك راحة وسلام وحرية وشفاء عميق في داخلك وهذا أحباء لا تقدر أن تحصل عليه إلا إذا آمنت بالرب يسوع المسيح حتى وهو على الصليب قائد المئة قال حقا كان هذا الإنسان بار بلا خطية حتى وهو على الصليب اللص التائب قال ليسوع أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك أجاب يسوع وقال له اليوم تكون معي في الفردوس غفر خطياء في الحال وفعلا أعطاه السماء رغم أنه كان لآخر حياته أنه قاتل مجرم لص وإرهابه فغفر له خطياء وأعطاه الخلاص وأعطاه أنه يكون معاه في الفردوس في نفس اليوم غفر خطياء بالكامل هذا السلطان هو سلطان الرب يسوع المسيح له كل المجد ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا مرة أخرى أنا بتكلم عن من هو هذا فإن الرياح والبحر يطيعنه أيضا ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا أحبائي إنه يسوع المسيح له السلطان المطلق والسيادة المطلقة الكاملة أحبائي ثم نرى المسيح سلطانه على المعجزات تعرف أحبائي شوف معي مكتوب يعني إنهم عن هؤلاء اللي رأوا المعجزات الخارقة لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله وبرضه في إصحاح يحنى 15 آية 22 لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غير لم تكن لهم خطية وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي إنهم أبغضوني بلا سبب بتعرف أحبائي في إنجيل يحنى الإصحاح العشرين آية 30 وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلامذه لم تكتب في هذا الكتاب وأما هذه فقد كتبت لتؤمن أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذ آمنتم حيا باسمه فإذن عمل معجزات خارقة جدا لما أرسل يحنى المعمدان وراء المسيح قال يسوع المسيح اذهبا واخبرا يحنى بما تسمعان وتنظران العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون وطوبة لمن لا يعثر فيها حباء المسيح فعل عجائب معجزات لم يفعلها أحد فتح عيون العمي طهر البرص شفى المرضى أخرج الشياطين له سلطان في كل المجالات أحبائي مش بس أنه صنع المعجزات الخارقة بل أعطى سلطان لتلاميذه على المعجزات في متى نجيل متى صحاح عشر والآية الأولى أعطاهم سلطانا على أرواح النجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض حتى لدرجة أنه بهة التلاميذ قالوا حتى الشياطين تخضع تخضع لنا بإسمك فعندما تقرأ الأنجيل المباركة أحباء البشائر المباركة في الإنجيل المقدس لابد أن تستشف لابد أن تكتشف سلطان المسيح على المرضى فعلا كان يعني كان بيشفي كل ضعف كل مرض كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت كان يشفي كل مرض وكل ضعف الشعب كان يخرج الأرواح الشريرة بكلمة أحبائي يسوع المسيح بتميز خدمته أنه صانع المعجزات رح تقول لي موسى صنع معجزات وإليا وأليشا صنع معجزات وبعض الأنبياء في العهد القديم ولكن من خلال الصلاة أما يسوع فكان يعني أحيانا بدون كلمة عندما حول الماء إلى خمر أحيانا بلمس أحيانا بكلمة أحيانا يعني بيؤمر إلى أخر أحيانا بيدفل على الأرض ويصنع من التفل طين وبيطلي عيني المولود أعمى ويرجع مبصر فإذا معجزات المسيح لا حصر لها في كل المجالات لأنه القادر على كل شيء ثم أحبائي شيء آخر سلطان المسيح على الطبيعة فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض من عروش وسيادات الكل وبه وله قد خلق فالمسيح ليس فقط الغافر المسيح الخالق والمسيح اللي قبل السجود والعبادة سلطانه على الطبيعة لأنه هو الخالق هدأ أمواج البحر أسكت الريح مكتوب فقام وانتهر الريح وقال للبحر أسكت ابكم فسكنت الريح وصار هدوء عظيم من هو هذا فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه ثم أحباء السلطان على الطبيعة على سمك البحر الكتاب يتكلم عن معجزتان فيش اللي فيها التلاميذ في لوقا خمسة صادوا سفينتين كاملتين وبعد القيام صادوا 153 سمكة مين اللي إله القدرة على خلق السمك وعلى الطبيعة في الحال يصطادوا هذا الكم الهائل من السمك لحتى بالعكس يعني كان بطرس لازم يدفع ضريبة الهيكل فالرب يسوع طلب من بطرس أن يروح للبحر ما قاله ش التوقيت ولا المكان ولا الزمان قال له بتلقي السنارة وأول سمكة بتطلع يعني بتصيدها رح يكون النقود العملة موجودة بفم السمكة يعني ما قالوش روح لكفر نحوم ولا الطابغة ولا تشيرش في برايميسي ولا الجهة الأخرى أو مكان معين ما قالوش روح السيعة الفلانية قال له بتروح لما بتلقي السنارة رح تطلع سمكة يعني كأنه السمكة جاهز بتستنى بتطرس أنه يطلعها من هو هذا إنه أعظم من نبي أعظم من نبي إنه المسيح الله الظاهر بالجسد كلمة الله أحبائي ثم أحبائي المسيح هو يعني نازل حتى من جبل الزيتون شاف تيني المفروض أن يكون عليها الثمر فقال لا يكون يعني فيك الثمر بعد يبسط التيني في الحال ولما رجعوا الثاني يوم وجدوا الطين يابس كلها من فوقها لا جذورها من الذي يستطيع أن ييبس الطين في الحال فتيبس هو عنده سلطان على كل شيء من يستطيع أن يحول الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائح له يعني فقط طلب من الخدم أنه يملأ الأجران ماء وقال قدموا لرئيس المتكأ وعندما ذهبوا وابتدأوا يقدموا وجدوا أنه أفخر أنواع النبيذ اللي مش أسكرتهم بالحقيقة صحتهم وقالوا طبعا الخمر الجيد أبقيتها للآخر ثم أحبائي مين اللي عنده السلطان المطلق على الموت يسوع المسيح قال عن نفسه لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها سلطان يعني ما في حد يستطيع أن يقتل المسيح على الصليب لأن المسيح مات في الوقت المعين في الوقت المحدد لا قبل ولا بعد تعرف أحبائي أقام ألي عازر من الموت بعد ما أنتن يعني خلق جسد جديد لأنه إله سلطان على الموت والحياة فيه كانت الحياة قال أنا هو خبز الحياة أنا هو الطريق والحق والحياة أنا هو القيام والحياة أقام ألي عازر بعد ما أنتن يعني تحلل ألي عازر هل أم خارجا فقام الميت أقام ابنة ييروس رئيس المجمع عمرها 12 سنة لك أقول قومي يا ابن قومي والشاب ابن أرملة نائين أيها الشاب لك أقول قوم فقام من يستطيع أن ينطق فيأتي بالحياة فقط يسوع المسيح وهو أقام نفسه من بين الأموات ثم أحبائي المسيح له سلطان على الشياطين تعرف أحبائي كان بالعهد القديم يحاولوا بشتى الوسائل يخرجوا الشياطين ولكن ما في حد عنده سلطان على الشياطين إلى اليوم كل الطوائف والدينات الأخرى بتيجي للمسيحيين حتى يخرجوا الشياطين لأن هذا السلطان منحوا المسيح للمؤمنين أننا باسم الرب يسوع كما قال بولوس أنا آمرك أن تخرج منها خرج روح العرافة من الجارية في فليب في أعمال 16 فالمسيح حرر إنه واحد كان فيه آلاف الشياطين حرروا المسيح واحد كان بيلقي نفسه في النار وفي الماء ويعزب نفسه مرعب الناس ومخوفهم حرروا المسيح وهكذا كان يشفي جميع المتصلط عليهم إبليس لأنه خدمة يسوع المسيح هو التحرير وكم من الناس المستعبد المقيدة بأصفاض وقيود وعبدية الخطية لأنه من يفعل الخطية فهو عبد للخطية ولكن المسيح قال إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار لا تنخدع بأنبياء ولا تنخدع بهارتقاط أو تعليم ضالة فالمسيح تعليمه واضح وسلطانه واضح وحياته واضحة ما بدها يعني فهم أو إدراك يعني أو فلسفي مجرد أنك تفتح قلبك فيعلن لك ويأتي إلى حياتك إن حرركم الإبن هذه الحرية في يسوع المسيح حتى كما ذكرت أنه خول هذا السلطان إلى التلاميذ حتى شياطين تخضع لنا بإسمك فإذا واضح أنه سلطان المسيح سلطان فائق في كل هذه المجالات ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا شفنا سلطان المسيح المطلق وهذا السلطان المخول يعني من السلطان الممنوح المخول من يسوع المسيح للتلاميذ كما قال بفم الطاهر المبارك أعطيتكم سلطاناً أن تدوسوا حيات وعقارب وكل قوة العدو لا تضركم المسيح أحبائي لم يتأثر بقوة شيطانية بل بالعكس عندما كان يأتي كانت الشياطين تصرخ ما لنا ولك يا يسوع كانت تطلب إذن المسيح لم يتأثر بسحر لم يتأثر بسم لم يتأثر من أي شيء من هذه الأمور لأنه العالم بكل شيء فهو القادر على كل شيء سلطان المسيح أحبائي كما قال عنه الرسول بولوس إلى إكنيسة أفسوس مكتوب فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل سلطان المسيح المطلق أحبائي سلطان المسيح على الطبيعة بيمشي على الماء وضواضح إثبات للهوته سلطانه على كل الخليقة فهو فوق الزمن من حيث أزليته وجوده في كل مكان وزمان حتى سلطانه على الملائكة فلتسجد له الملائكة كما يقول الكتاب المقدش سلطانه على الشياطين حتى سلطانه على الشريعة وعلى الملكوت الجديد سلطان على نفسه ليه سلطان أن أضعها وليه سلطان أن أخذها المسيح صعد إلى السماء لم تمسك به جاذبية مشي على الماء وأيضاً دخل العلية والأبواب مغلقة فهو أعظم من كل شيء إذا بتقرأ في رسالة كولوسي وهو له سلطان على الملكوت الإلهي على الحياة والموت على مثل ما ذكرت على السبت كمان فهو رب السب وعلى الشريعة وعلى الشياطين وهذا السلطان أعطاه للتلميذ لأن المسيح أكمل هذا العمل وجلس في يمين العظمة كملك رجع إلى مكانته كل الأمور تمت بأوامره كل الأمور اتعملت بكلمته بلمسته حتى التلميذ اللي قاموا بالمعجزات استخدموا اسم يسوع حياة المسيح كانت معجزة كل ما عاملوا يسوع كانت معجزة فبمن تقارن يسوع المسيح وصلي من كل قلبي أنه فعلاً أنه المسيح حل في حياتك وقلبك في الإيمان خليني أخد مكالمي أهلاً وسهلاً أخ نضال من فلسطين أنت معانا على الهوى أهلاً فيك أهلاً فيك أهلاً وسهلا أخ نضال تفضل سؤال الأول لماذا المسيح لم يقضي على أعداءه قبل الصليب قبل أن ينصرب أوكي وهل المسيح كان يمهل الأعداء أم يعني كيف بدألك وهو يعني قال قال إنه أحب أعداءكم قال هو أمهل الأعداء محبة ولا يعني أمهل يمهل يمهل أبوش أكتر بس أوكي حبيبي نضال أنا بشكرك هذا سؤال كتير 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 مهم تعرف حتى المسيح لما كان قبل الصلب يعني في الليلة التي أسلم فيها في بستان جت سيماني قال يسوع لي سلطان يعني ممكن أطلب من الآب أن يرسل 12 جيشاً من الملائكة يعني ملاك واحد ممكن يقضى على كل الأعداء ولكن كيف يتم المكتوب عزيزي نضال كل نبوات العهد القديم تتكلم أن المسيح رح يجي حتى يقدم الخلاص والفداء الكامل وعدة مرات حتى المسيح تنبأ عن ذهابه إلى أورشليم إلى القدس وأنه هناك سيموت على الصليب لدرجة أنه في واحد من التلميذ في مرة عندما قال أنه رايح للقدس أورشليم ابتدأ يوبخ يسوع له الرسول بوترس واحد من أقرب التلميذ قال له حاشاك يا رب كان جواب المسيح لبوترس اذهب عني يا شيطان لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس بوترس كان غير مدرك هذا الفكر حتى في البستان بستان جاتسماني بوترس استخدم القوة العنف فمسك الخنجر بتاعه وضرب عبد رئيس الكهنة وقطع أذنه ولكن الشيء الأغرب أنه يسوع خلق أذن جديد لهذا العبد يعني ردله الأذن ووبخ بوترس مرة تانية قال له رد سيفك إلى غمده لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون فإذا واضح يا أخ نضال أن المسيح جاء الغرض حتى وهو على الصليب عم بيسخروا عم بيستهزئوا لو خلص آخرين ما قدر أن يخلص نفسه طب انزل عن الصليب فنؤمن بك وهذا كان غرض الشيطان يمنع أن المسيح يكون الذبيح الأعظم الأضحي من أجلنا الذبيحة الكفارية البدلية حتى يموت عنك وعني ويغفر خطيانا فكمل العمل الكامل مات على الصليب وقام من الأموات أحيانا في العهد القديم الله كان بيرسل نار كان بيفتح الأرض وبيبلع الأعداء ولكن المسيح لا رسالته كانت رسالة سلام مر بطرس آسف يعقوب يحنى عاوزيني نزلوا نار من السماء تحرق السامريين فطلب قال لهم هذه ليست روح المسيح ولا طبيعته ولا شخصيته المسيح رب السلام مكتوب عنه ثم يعني المسيح عم بيعطي الإنسان فرصة إنما حبة الأعداء ليس من الشيء السهل أنا مثلك أخ نضال فلسطيني تعال احكي لأي فلسطيني يحب العدو احنا فاهمين على بعض نستصعبها ولا نستسيغها ولكن عندما يحل الرب الإيمان في حياتنا عندها بقوة وبقدرة الله نستطيع أن نحب وأن نسامح وأن نغفر وبيوصل فينا الوضع حتى نحب الأعداء احنا ما عنا أعداء من البشر أعداءنا وحربنا وصراعنا مع أجناد الشر الروحية في السمويات مع الشياطين يعني ولكن عزيزي نضال الله مثل ما قلت بيمهل وهذه طبيعة بحبنا الله لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة فالله يأمر الآن جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل اسمع هذه الكلمات من رسالة بولوس الرسول إلى كنيسة روميا الإصحاح الثاني يقول أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضب في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله محابة صدقني يا أخ نضال هذا اليوم هو بركة من الله أعطاك يوم جديد أعطاك نفس جديد فرصة جديدة حتى نطلبه ونطلب أن يسود على حياتنا ويغفر خطايانا ويحررنا من اللعنة ومن ضربات الشيطان ويحررنا من العبودية وبينقلنا مش بس إلى الحرية لكن إلى الحياة الأبدية هل يقدر؟ ممكن بكل موحد الآن يقدر على كل العالم ولسيما الناس اللي عم تسخر وبتستهزئ في شخصية يسوع المسيع ومع كل هذا عم بينتظر لأنه محبة عاوز يخلص أكبر عدد ممكن من الناس وهي صلاة اليوم لإلك يا أخ نضال تطلب الرب في حياتك وأن الرب يسود على قلبك وحياتك إذا أنت مستصعب هذا الأمر صلي صلاة بسيطة إذا أنت فعلا الرب افتح عيني افتح قلبي أنت يا رب اكشف لي اعلن لي عن ذاتك وإذا بتصليها من كل قلبك وحتى المشاهدين الرب هو إله الإعلانات بيعلن ذاته لإلك إخوتي وأخواتي سلطان المسيح مش مجرد كلمات عشوائية تضارب الهواء وسجلوا كلمات المسيح اللي هو بتعبر عن سلطانه ولكن كما قيل في كلمة الله أنه كل مكتبات العالم لا تستطيع أن تستوعب ما فعله يسوع المسيح من أجلنا الفرصة مفتوحة من يقدر أن يغفر الخطايا هل سألت هذا السؤال من يستطيع أن يخلق إنسان جديد في كيانك وفي حياتك هل سألت هذا هل هو مجرد أعمال طب خلينا أجيب لك إياه من الآخر أنا عشت في الأراضي المقدسة صدقني أكتر شعب في العالم ملتزم ملتزم للكتاب ولى الله هم اليهود أنا بتكلم على الأورتودوكس يعني اليهود الأورتودوكس المتدينين تعشوفهم عندنا في البلاد في القدس ما في أي واحد متدين أكتر منهم طب ما العهد القديم لم يستطع أن يخلص الناس من الخطيئة فالشريعة توجهنا ليسوع المسيح لأنه النموس الشريعة بيكشف نوايانا بيكشف خطيانا بس ما بيخلصنا لا استطاع أن يخلص بالذبايح ولا بالطقوة ولا بالأعمال الصالحة كيف ترضي الله كيف ممكن تنام وانت صار عندك هيك الشعور بالرضا إنك أثلجت قلب الله أشبعت قلبه إن الله راضي عليك إخوتي وأخواتي المسيح أثبت سلطانه سواء في تعليمه سواء في معجزاته سواء على الطبيعة سواء على الشياطين سواء على الموت سواء في حياته الذاتية سواء من خلال أنه خول هذا السلطان إلى التلاميذ وإلى أتباعه فلا يوجد أي إنسان كامل إلا يسوع المسيح بشهادة الجميع فمن تتبع اليوم شخص لا يستطيع أن يتنبأ لا يستطيع أن يعرف شخص يموت المسيح مات ولكنه قام هزم الموت شخص لم يتردد شخص قادر أنه يغفر الخطايا ووعد بالحياء الأبدية في الحاضر هل في أي شخص في هذا الوجود عنده السلطان أن يعطي الوعد في الحياة الأبدية زي ما ذكر أخوي نضال فعلا الله عم بيتمهل علينا مش عاوز يهلك أي إنسان لأنه عاوزك اليوم أنك تتيجي للمسيح أن المشكلة الكبرى هي مشكلة الخطيعة إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لا بأعمال في بر عملناها نحن لا أعمال صالحة ولا أي شيء تقدر أن ترد الله فالخلاص هو مبادرة من الله ولكن المشكلة الخطيئة لكن علاجها كان في صليب وموت يسوع وقيامته من الأموات المسيح حي شو رأيك تدعوه الآن إلى قلبك تستطيع أن تقول رحمني يا رب أنا الخاطئ صليها ممكن تصليها قولي يا رب أشكرك لأنك مدت على الصليب من أجل خطيئي صليها ما تستحي لو أشكرك لأنك قمت من الأموات لأجل تبريري قمت حتى تعطيني حياء أبدية قولي يا رب سمحني طهرني من كل إثم اغسلني بدمك الكريم قبلني يا رب لمجد اسمك أنت وعدت بالحياء الأبدية وعدت بضمان الحياء الأبدية سؤالة الرب اللي كتب الأسماء في سفر الحياة هل تريد اسمك يكون اليوم مكتوب في سفر الحياة فيك على الصفحة تقول هذه العبارة أريد أنه اسمي يكون مكتوب في سفر الحياة حكيها بلغتك الخاصة بكلماتك الخاصة اكتب اسمي يا رب في سفر الحياة الرب له سلطان لأنه وعد قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا ولا يقدر أحد أن يخطفها من يده اسمع وعد المسيح الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينون بل قد انتقل من الموت إلى الحياة هل في وعد أكتر من هيك إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوم إذا أنت صليت هاي الصلاة فيك تكتب بس عبارة قل له يا رب ارحمني أو أنا صليت أو اكتب اسمي في سف الحياة وبأكد لك فريق كامل عنا اللي بتابع واللي بحبوك واللي بصلوا من أجلك وإحنا رح نصل من أجلك الرب يثبتك ويحافظ عليك ويحميك وتكون سبب بركة لكل عائلتك وبيتك أيضا بصلي أنه هذا اليوم يكون يوم تاريخي ما في حد عنده السلطان يخفر الخطيئة أوعك ينضحك عليك إلا من خلال يسوع المسيح أنا بصلي اليوم أنك انت قبلته رب لحياتك وقبلته مخلص شخصي على حياتك وأنه الرب اليوم أصبح ملك سيد ورب على حياتك وإذا محتاج لمساعدة روحية وإذا عندك أي سؤال من فضلك اتواصل معنا اكتب لنا حتى نتواصل معك بصلي أنه هذا اليوم أنك أخذت وقبلت الرب يسوع والرب يباركك ويحميك إلى اللقاء والرب معك اشتركوا في القناة